اشتركوا في القناة الفراولة مثلا بتطلع منها العصاير العصاير مثلا ممكن نطلع 2000 في الاسبوع 2000 كرتونة في الاسبوع 2000 كرتونة في الاسبوع بتصنع للغير لو حد جالي اه بقدر اصنع له يعني اقدر اجيبلك العبوة بتاعت لو عجبني عصيرك مثلا اقولك عبيلي في العبوة بتاعت ايوة ايوة اعايز اعرف منك حاجة بالسعاري النهاردة ازاي التسعير بتاعنا انا علشان الاغلبية للتصدير فانا مرتبطة برضو بالدولار كبيع فالانتاج بتاعي او الشراء بتاعي 3 اربع لحاجات بتاعتنا محلي فانت برضو بتقدر ان انت تعرف تسعر لان كل ما الدولار بيتغير انت بيغير عليك سعر الشراء في نسبة 25% مثلا او اقال من المنتج وفي نفس الوقت سعرك انت للبيع برا بيتغير بالتبعية فاحنا نقدر نقول انها ماشية يعني سيبل يعني الخامات غلية عليكي طبعا كل حاجة تقريبا ابو حلتها ازاي؟ لا بتحلها بكذا طريقة يا اما بيبقى العميل متفهم معاك فانت مثلا لما بيبقى فيه ارتباط بقى بنشيل النص بالنص وهو بيشتيني لان دي بتبقى صراكة انا بيشتغل مع ناس بقى لي كذا زنة وفيه حاجات انا بشيلها الوحو يعني ما اقدرش ان انا كل عميلة اشيل اشيله معايا فعلى حسب اما هم موافقين على الزيادة دي برا؟ برا مفيش مشكلة لان احنا برضو استيل سعر المنتج المصري كونفاتيتيف او منافس في الاسواء العالمية هاي سألك سؤالة لو انت المطنع ده لما ختيب المجموعة العالية ختيب المعدات بتاعته؟ لا مش بكله يعني احنا زودنا تقريبا نص المنتجات اللي حاطرت نص الخطوط اللي حيك شايفها دي احنا مزودينها حضراتك النهاردة بتصدقلي العشرين دولة كل سوق بتدخليه بمنتجات ايه الدول اللي بستهدي فيها جديد وبتفكري بمنتجات خاصة لحية طبعا هي بتعتمد على السوق دي بقى عايز ايه؟ ودراستي للسوق انا بشتغل على حسب ما السوق بيحتاجي احتياجات السوق ما بلزمش نفسي بمنتجاتي وكتف نفتي فيها لأ انا بشتغل دايما اللي مطلوب ايه هو انا اعملهم يعني انت ما بتشتريش خمات وانت بدأت صنعي حسب الاحتياجات لا انت بتتعقدي على خماتك حسب المطلوب منك في الاسواق العالمية مظبوط